شريف الأهلي النهاردة كان كويس خلاص متفقين الأهلي النهاردة عمل مباراة ممتازة بس من جانب آخر البلدية سهل الأمر جدا على النادي الأهلي وعلى مرسل كولر تتفق ولا تختلف؟ تتفق جدا حاجة مهمة جدا لازم نعرفها أن كل المدربين في العالم الكرة أربع لحظات كرة معك تحضر إزاي؟ الكرة مش معك بتدفع إزاي؟ والتحولات الهجومية والدفاعية وفيه الجزء بتاع الثوابت مفيش مدرب في العالم شطر في الأربع لحظات يعني ما فيش مدرب في العالم هتلاقي فرقته في الأربع لحظات دول هي فرقة قوية جدا يعني اختار أي مديل فني في العالم وفكر فيه هتلاقي دايما عنده نقطة ضعف في حاجة صح كابتان أحمد روف هو أنا أتمنى الحقيقة يعني أكيد أنا مش مش الشخص اللي ياخد القرار يعني بس أنا أتمنى أنه يستمر لحد نهاية الموسيق حايل لأنه هو مدرب مشروع مهم جدا صح إحنا كمصر مهم جدا أنه إحنا ندي المدربين لشباب فرصة أنه هم يشتغلوا مشاريع طويلة عشان يطلعوا أحسن حاجة عندهم كابتان أحمد روف من المدربين اللي بتاعف تحضر كويس قوي وبتاعف تهاجم كويس قوي بس للأسف هو بيدافع بشكل مش كويس وتحولاته الدفاعية بيكون فيها مشكلة الجزء الأهم من كده هو جزء المذاكرة مهم قوي أنه أنت كمدير فني تتعامل مع التيمي اللي موجود معك أنه أنت تختار أنسب طريقة لأنسب مكان يعني أنت هتدخل مكان جديد فالمكان ده ليه دريس كود أنت هتلاعب النادي الأهلي النادي الأهلي مش كل الأنديال اللي فاتت ومش هتعرف مع النادي الأهلي أنه أنت تعمل نتيجة الخمسة تلاتة بتاعت السراميكة مثلا أو التلاتة تلاتة أو أربعة أربعة النتائج اللي أنت حققتها أنه أنت مش قدر تسجل في النادي الأهلي الكم ده من الأهداف ممتازم أنه أنت تتعامل النادي الأهلي فيه صورة معادي لو نقدر نجيبها يلا شونا نعرف بقى اللي هي فيها الـ Defensive Line أنت كمدير فني هي دي أنت كمدير فني مش مطلوب منك خالص أنه أنت تلاعب النادي الأهلي وإنت المدير الفني لبلدية المحلة مع احترامي لبلدية المحلة تلعب ميت بلوك خالص لو رجعنا بقى للحالات اللي كان فيها النادي الأهلي متفوق اللي هي الكرة الطويلة أنا بحب بس عشرة أول الناس حتى اللي مش ياخد باله أو من أمور الفنية دي الميت بلوك دي يعني اللعيبة كلها تقريباً موجودة في نص الملعب مش موجودين قريبين من الجنب بتاعهم يعني هم موجودين بيدفعهم من نص الملعب يعني الميت بلوك هي حالة الدفاع لو نجيب أي حالة من الحالات اللي فيها الكرات الطويلة ونوقف الكادر عند وقت التنمية هنلاقي أن اللعيبة بتعمل ميت بلوك بس للأسف هو كمان ميت بلوك والدفنسف لين يعني خط الدفاع الأول عالي يعني مش بس ميت بلوك يعني أنت مش بس بتلاعب ندي أهل لا دا أنت بتلاعب الاهلي ميت بلوك وعندك الخط بتاع الديفنسة عالي الحاجة الثانية أنت لما بتيجي تدرس بتدرس لعبتك والعبت الخصب مش أنت بتلعب لوحدك وبالتالي لما تدرس النادي الأهلي هيبقى عندك فكرة من الفكرتين يا مودست موجود يا أوسام أبو علي موجود طالما أوسام أبو علي موجود وانت شفت ان اللاعب ده هو الاقرب ان هو يدخل في وجود اللعبة الاجنحة سريعة جدا زي حسين الشحات او زي رضا او زيتاء او 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 انت بتدخل لعبتك وخط الدفاع بتاعك في سراعات وكمية خناءات وجاري هم في غنى عنها انت النهاردة كل الكرات اللي احنا ممكن نكون شوفناها في الحالات كلها سبرنتات سريعة جدا وانت اصلا عندك لعبة مع احترامي ليهم جودتهم في الحتة بتاعة السراعات والفزيك والكلام ده مش هتقدر على لعبة النادي الاهلي وبالتالي انت دخلتهم يعني الحالات اللي احنا بنشوفها كلها اخناقات جاري يعني التلاتة بيجروا غير اتنين وبعدين يعني برضو بصراحة انا مشفت جدا على عبدالله جمعة انه هو لعب المطش ده برضو انت بتدخل لعيب جديد بقى له فترة طويلة جدا بعيد في اخناقات سرعة مرعبة مع اجنح زي كريم فؤاد فانا شايف ان كابتنا احمد رووف مدرب كويس ولكن مفيش منع ان احنا انا اسف يعني في الجملة دي على قد الحبك مدرب جريك ايوه يعني انت تعامل على الاقل مع الجيم ده صح انت بتلعب مع الاهلي او زي على فكرة كل الاندية اللي في العالم بتشتغل كده الاندية اللي اقل مثلا مليان مديد وبرشونة لا هدافة واشتغل على تحولات هدافة واشتغل على تحولات اللي هيلعب منشاستر سيتي في الدول الانجليز هيدافة واشتغل على تحولات يقطب واحد لكنك تلعب مثلا مع منشاستر سيتي ميت بلوك زي ده كده اكيد هتزعل ومع انا انا يعني انا طبعا متفق مع دكتور جمال في الناد الاهلي يستغل ده استغلال مثالي ولكن انا وجهة نظري ان الناد الاهلي اصلا منزلش يلاقي ده يعني اي حد طبيعي انا لو محلقة ده الناد الاهلي مش هتخيل ان البلدية هينزل يعمل كده وبالتالي هتبقى فكرتي الاولى ازاي هنتعامل مع اللو بلوك او ان الفرقة دي هتبقى كومباكت تحت فانت شايف ان البلدية سهل الامر هو البلدية فتح للناد الاهلي جيم بقى القيه على الالعب الطويل ودخلنا في الخنقات دي ونشوف مين اللي هيكسب فانا يعني مش فك على اللعيبة النهاردة ولكن محدش بيكتسب خبرات ببلاش فكابتان احمد رقوف انا متأكد ان هو النهاردة اكتسب كم كبير جدا من الخبرات بالرغم من الهزيمة